عندنا مبارح طبعا كانت المجموعة الجولة التالتة مبارح والكاميرون وكاب فوردي ويتعادلوا واحد واحد طبعا شيء غريب جدا 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 الكاميرون على ملعبها وسط جمهورها كاب فوردي الغير مصنفة على الإطلاق تحرجها إحراج ما بعده إحراج ما بعده إحراج كاميرون بنجومها الكبار بمايكل ناجاديو وهاردور موكودي وبيري كوندي ونجاماليو وفينسنت أبو بكر والشلة دي كلها ما تقدرش إن هي تحسم الموقع مع كاب فوردي فينسنت أبو بكر في الدية 39 حطوا كرة قوية من برى الثمنتاشر عدت كبريين ما بين أقدام اللاعبين ودخلت المرمى ولكن جاري رودريجيز في الدية 53 لكاب فوردي يتعادل واحد واحد وكان في استطاعة في استطاعة كاب فوردي إن هي تحسم الموقع كاملة لصالح تماما ده كان الماتش الأولاني الماتش الثاني بوركينة فاسو أثيوبيا وانتهى اللقاء واحد واحد طيب طبعا هنا قبل ما نتكلم على طيب خلينا الأول نقول مباريات الغد بكرا إن شاء الله طبعا عندنا مبارتين الاثنين بتوع المجموعة الرابعة بتاعتنا في نفس طبعا المجموعة الرابعة والاثنين الساعة 9 مصر مع السودان وغنيا بيساو مع نيجيريا والأمور معلقة تماما تماما في هذه المجموعة دي مباريات الغد بمشيئة الرحمن بالنسبة لمباريات الخميس عندنا أربع مباريات عشان ننهي تماما دور المجموعات ساعة 6 ماتشين كود ديفوار مع الجزائر مباراة حياة أو موت بالنسبة للجزائر كرويا يعني بالنسبة للجزائر وسيرليون مع غينيا الاستوائية في نفس التوقيت الساعة 6 ساعة 9 جامبيا مع تونس ومالي مع موريتانيا دول ماتشاد بتاعة يوم الخميس طيب طبعا حقيقة ترجمة نانسي قنقر